نعم المالكي نعم جهاد نعم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان حديث من أنس من المالك سباب المسلم فسوق وقتاله كفر حديث بن مسعود رضي الله عنه إن الله تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث من أنس من المالك إنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها عبي هريرة أكمل إنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فصرف وجهي عن النار فلا يزال ويدعو الله فيقول لك إن أعطيك ذلك يتسألني غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره فيصرف وجهه أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال الله من يعود بك من أخوبتي والقبائل أنا سبن مالك فتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنها من أدرك ركعة من الصلاة فقد أترك الصلاة أبي هريرة أو لكلكم ثوبان أبي هريرة أي مسجد نوضع في الأرض أولاً أبي در لقنوا موتاكم لا إله إلا الله حديث من أبي ساعد عند من عند مسلم إنما الصيام جنة حديث من أبي هريرة عند الشيخين من أراد الحج فليتعجل حديث من حديث أبي هريرة عند أبي داود عند من أبي داود السيد الله حديث عبد الله بن الشيخين من صححه رجاله ثقات وقد صححه غير واحد واشتباه النسائي وجوده محمد كل خطبة ليس فيها تشهد أبي هريرة عند أبي داود باب ما جاء في خطبة الحاجة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مبينه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج الوحي حديث من كان يجد من التنزيل شدة حديث من كان بسنة أبي عباس أبي عباس رقم كم هذا الحديث الثالث بعد خمسمائة وألف في جنبنا الصحيح للمجلد الرابع طيب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب عبد الله بن جعفر عن الشيخين من صلى البردين دخل الجنة الذي بعده أبي ذر أبي هرير ألي بعده أعنس أعرف عن أبي أمام عن جليل عن أبي هريرة عن أبن عمر وفي حدث أبي المليح عن علي عن ابن عباس عن ابن عمر عن أبل عز wissen هنا حق الشروط يوفى بها ما استحلالتم بيع فروج حديث من؟ عقب بن عامر الذي بعده عائشة اللي بعده أنس الذي بعده ابن عمر الذي بعده مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع حديث من؟ أبي هريرة عند الشيخين اللي بعده اللي بعده هذيفة الحق الفرائضة بأهلها ابن عباس عند الشيخين لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر مسلم أسامى عند الشيخين إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض أكمل عن نبيه بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات وأرض سنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاثا متواليات ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجى أبو مضار الذي بين جمدا وشعبان أي شهركم هذا قلنا الله ورسوله وعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بإسمه غير اسمه قال أليس البلد قلنا بلى قال أليس البلد قال أليس البلد وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسعدكم عن أعمالكم ألا فليبلغ الشاهد العائب أحسنت